ايضاً هيتم هذا الامر على مدار ايضاً فترة قادمة بنتكلم بحدود سنة ونص ده الملف الاول وملف التاني الملف التالت رئيس وزراء النهاردة اتكلم على منظومة استيراد السيارات الخاصة لزوي الهمم واكد رئيس وزراء انه تم ايقاف منظومة استيراد السيارات لزوي الهمم لانه تبقى لدولة رئيس وزراء يمكن ملف ده كلمت عنه من حوالي شهر تقريباً لانه ثبت حدوث تجاوزات في هذا الملف انه تم استيراد سيارات من الخارج باسماء زوي الهمم وفي الاخر لم يستفيدوا منها بل ذهبت الى اخرين وبالتالي ان الدولة مدية دعم كبير جداً لزوي الهمم اعفاءات جمركية وضرائب واقيمة مضافة وغيره يعني كل الحاجات الخاصة بحصيلة الدولة شايلها من على سيارات زوي الهمم فهناك من استغلوا هذا الامر واستغلوا هذه المنظومة ثم قاموا بشراء هذه العربيات واخرين اخذوا هذه العربيات فتم ايقاف هذه المنظومة وبالتالي اصبحت ايقافها لحين وضع ضوابط لضمان وصول السيارات لمستحقيها يعني اللي يجيب عربية تبقى رايحة لواحد يستفيد منها زوي الهمم طبعاً كل ده النهاردة اللي اتكلم عليه الرئيس الوزراء اتحدث الرئيس الوزراء ايضاً على الاوضاع الخاصة بيئة التضخم من 40% كان 40% نزل ل27% وحالياً رئيس الوزراء بيقول حالياً وصل 27% ورئيس الوزراء كمان اكد انه نهاية العام الحالي 24 هيكون التضخم اقل من 20% والعام القادم عام 25 ان شاء الله هيكون اقل من 10%